اهلا بكم هقولكم النهاردة بقى على سر المطاعم في روز البسماتي اللي بيكون حلو وكتير منكم مهما بيعملوا في البيت ما بيكونش شابه الجاهز خالص هنعملوا النهاردة بطريقة مختلفة جدا عن اي طريقة عرفتوها قبل كده بسر المطاعم بقى اللي هيديني احلى طبق روز ممكن تكله كأنكم بتاكلوا في افخم واحسن مطعم هنا رصيت الاكل كده زي ما انتم شايفين فقط بقى نفس رصة المطاعم وكأننا بناكل في افخم مطعم شايفين اللي نطوفة ازاي ويلا بينا ندى وما تنسوش ان انتم تعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم وكمان اشتركوا في قناتي عشان تشوفوا ان شاء الله كل يوم وصفة جديدة واسبوا لي تعليق صغير برأيكم في الفيديو يلا بينا نبدأ على طول اول حاجة كده جبت بصلايا كبيرة وقطعتها صغير زي ما انتم شايفين حطيت شوية زيت ونزلت بقى بالبصلايا وبعدين شوحتها كويس جدا كده وبعدين معلقة من التوم في المرحلة دي بقى انزلت بالبهارات وهي فلفل اصمر وكاري وكوركم وصبع بهارات وكسبرة ناشفة تقدروا برضو ان انتم تحطوا لومي وارفة لو انتم حابين وممكن كمان تزودوا ورقة كده لورة بس لو انتم استعدامتوا نوع شربة كويس فمش محتاجين كل الكلام ده ويتركاية الجامدة جدا اللي دايما بعملها مع روز البسمتي ان انا بحط كده معلقة من الصلصة مش ناس كتير بيعملوها ولكن بتفرق كتير قوي في الطعم معلقة كبيرة كده من الصلصة وانزلت في المرحلة دي الميا وده النوع روز البسمتي اللي انا بسترادمه النوع ده حلوة قوي لو لقتوه جربوه والميا اللي انا استخدمتها كانت عبارة عن 4 كبايات ونص من الميا علشان استخدمت 3 كبايات بس من الرز يعني حطيت لكل كباية من الرز البسمتي حطيت كباية ونص من الميا مش كبايتين زي ما كلكو بتعملوها وفي الاخر يطلع الرز كده ملوش قوام خالص جربوا الطريقة دي ومن قاعتوش على فكرة انا يا دوب غسلته بس كويس جدا لغسلته مرتين كده تحت الحنفية يعني بنفس طريقة الرز المصري يا دوب احنا بنغسلوه بعد كده بننزل بيه ونطبخه عادي خالص انا عملت الرز البسمتي نفس الطريقة وكانت النتيجة مبهرة جدا كان الرز كده مفلفل وحلو ممكن كمان تستخدمولوه نوع شربة يكون حلو شربة لحمة او فراخ خب اي شربة انتوا تحبوها هيكونوا الطعم طحفة بس انا كنت عاملة جنبه ولحمة ما شوية وما كانش عندي شربة فانا عملته بالمية بس وكان طعم طحفة برضو البهرات والبصل والحاجات كلها اللي احنا هتناها عليه كانت بجد طحفة جربوه بالطريقة دي ان انتوا ما تنقعوش وتعملوه بس بكبه ونص من المية بجد هيبقى طحفة والناس اللي ما بتحبش الرز البسمتي بعد الطريقة دي مش هيعملوا اصلا غيره لو انتوا بقى وصلتوا معايا لغاية هنا بتنساش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكو وكمان تشاركوا في قناتي لو انتوا لسه مشاركتوش وهستنى كل تطبقاتكو اللي بتعملوها ورا وصفاتي على جروبي على الفيسبوك واشوفكم بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد وضمتم في حفظ الله